مرحباً الدولي والقانون لو كانت عليه واضحة من كل الكلام اللي بيحكيه يعني إذا عنده اتهام الشيء عليه بيتمنى على القاضي يحكمه فواضح الزلمة يعني بتحترمه ها شوه بالإنسان الإنسان بالطريقة اللي بيحكي فيه مهمة و بالكلام اللي بيطلعوا من تمه بالنيات جوا ما حدا قوعد مع النيات شيء شيء الأكت اللي بيطلع من تمك هو اللي بيحدد شخصيتك عم بيقول لها جبرون بيسيل وانا عم بنقول لك ايها جبرون بيسيل فاسد أنا أمريكاني وبعرف اللي 30 سنة بأمريكا وما بيشتغل إلا بالوال ستريت وبالسياسة يعني اجتماعيا تقعد وغازل وإحكي ما بعرف فيه بأمريكا هيدا اللي بيعرف أول محكمة بتقول لا انتي بريد هيدا أمريكا بدك تغيري فوت واحتلة شغلي بتخصك عسكريا انتي مهم وانتي بتقدر تطلع للفضة برا وتضربها لأمريكا صحتان على البيت أما كإنسان مثلي ومثلك لا ما فينا نعمل شيء إلا ضمن القانون بتعيم محامة بكلفك أكيد المحامة بده يوصول ياخد منك مليار وميتان مليون دولار مكتب محامات بها الوزن تيقوف معيك بدل أتعاب مليار وميتان مليون دولار بدك تدفع كاش أنا عم بررلك هلو ما هو مطلوب لك لم بيكون الإنسان بالأرض قاله بيعمل قوة من الضعف حط بصمتك بتاريخ لبنان لأبد الأبد مثل ما عم بيقلك بشارة خير الله عم بينصحك نصيحة من قلبه منه كذاب لو كذاب ما كنت بردده عم بيقلك وقف وقول أنا أعلنته تأيدي للنائب بيشير مهوم أو بتحكي مع اللي مأيدينا وبتقول نعد وتين نتفاهم على على مرشح على صورة ومثال ميشيل معظم النواب اللي بيمشوا معك أهل وسالح واللي بيتخلوا عنك بيمشوا 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 بإنتخاب من يرشوا حزب الله بصحتنا علمه حط بصمتك بتاريخ لبنان الأبد لألك ولأولادك ولأطفلك شو كلمة سوى من احترم الدكتور أيسر معه ما كان نيب آه مؤاد أنا مع 14 أدار وقف وحط العلم بالبرلمان وطلع ووقف ما حدا جبرا شو بيقول بإحدى تصاريحه شو لأنه متعلم ومثقف سياسيا قبل منه مثقف طبيا شو قال قال أنا وقفت مع 14 أدار من أجل مستقبل أولاده لكن هالكلمة اللي خليته يحط بصماته بتاريخ لبنان هو ينايب عن صغرته وحليف سليمان فرنجية يلي ميشي مع 8 أدار وكان وزير داخلية يوم تلي حصيل أطل وألغاء رفيق الحريري قال أنا هذا الموقف اللي خدته عمله مقابلة معه إحدى الجرايد ببيروت أنا قريطة يعني قال أنا من أجل مستقبل أولاده شوف إحدى أداره لأنه لأنه أب عيلة بس ترجمة على كبير أنا وقفت مع أجيال لبنان يعني عم بيقول قال بها المعنى أنت قوم حط بصماتك بتاريخ لبنان تشوف تشوف أنك رحك تشوف بقلب أمريكا يوم تل بدغ تقدم بدعوة وتعين مكتب محيمات مهم لحك تشوف قدام باب المحكمة مليون لبناني أمريكي وقفين وعن بيحيوك شو هو روبيرت كندي كان كان سيناتور عن نيويورك جيبوله جدتوا بصفته سيناتور عن نيويورك شو هو التاريخ ما كلنا بدنا موت كلنا ريحين بآخر المطاف عالجوره ومحاكمة إذا في إذا في الله هو بيحاكم بعدين إذن أيها الإنسان لا تكبر ولا تكبر رأسك نييل والفعل الخير سي معني جيبرون بيسيل حطوا على الترين التيبوت طبع باب كندي من نيويورك لواشنطن على المالتان على خط الترين الشعب الأمريكي يحامل العلم الأمريكاني ويمر ويمر شعر بدني بيقوف يا شهد الله بيمر الترين وبيزمير أنا مش عم ببكي من ضعف ما نضعيف أبداً قوي كتير كل الناس بيعرفوني أني قوي كتير حتى أطبائي بيعرفوني أني جبار بالقوة شا عم بيبكي ضعف عم بيحكي هذا الإيمان الكبير وما عن العلم الأمريكاني بالإيد قوم جيبرون بيصير بهالوضع كله عم بيتمرج العلم وأنك أنت سهر الجنرال ولا مين أنت خط بصميتك بالتاريخ وتشوف الأعلام اللبنانية اللي بدأ تستقبلك الأستاذ المصقب بالسياسي اللبنانية بشارة خير الله عن ينصحك نصيحة المعلم أنت حر تصرف مثل ما عندك في ناس توقف وتخلي التاريخ يتذكره شو الإنسان مرقة رجالات بالكرة الأرضية أهم بكتير منها القتلى والمجرمين وسجل بصميتها بالتاريخ قال لنا الرئيس شاردو قول لا أريد جنازة كبيرة أريد فقط أن يكون بجنازة الشعب الفرنسي وأن أطفن إلى جانب ابنتي شو هو التاريخ شو هو الإنسان يأكل ويفوتي نام تأخرا شو الإنسان خلي ولادك يفتخروا تجاه كل اللبنانيين بحياتهم أنا بي اسمه جبران بسيل ليبقى ترد ليبقى ترد على كل هالانتهازيين والفازدين والمأجورين والوصوليين والمنافقين ويتخلوا عنك هالنواب هال وينتخبوا مرشح حزب الله المعين من قبل حزب الله اسمع اسمع منك من بشارة خير الله أنا وضحت لك شو هي أتمنى على كل لبناني أنه هاك يعمل طلع على معراب وروع عند الكتيب واجتمع بميشيل بفخامة الباك ميشيل معوض قبل وقل له أنا لح أعلن أني ماشي معك أنت بتحب تحكي مع الفرقاء الباقيين اللي مأيدينك مثل ما قال بشارة خير الله لتاريخ الآن لم يعد ما وعدم بشي لـ 38-39-40 نيب صاحب فخامة الباك ميشيل معوض ما وعدم بشي بوقت اللي عم بقول مرشح لحزب الله ما فيني يقول لك الناس اللي يوديهون شششش كل كل âنقلون أنتوا جаю وزير يوعدوهم بالوزارة عندك أنت جاي وزير فخامة الباك ميشيل معوض مثل ما قال بشارة خير الله ما وعد واحد بأي وعد ممكن أنا مرشح بتحب تخبني تخبني الدنيا بيقول أنطون سعيدة شو بدي من الحزب القومي السوري بأنطون سعيدة الدنيا تساوي وقفة وعز بدك توقفة رأسنا كتير وشربنا ألكول كتير وعملنا صدقات شخصية كتير كل هالدنيا ما بتنفعها شو بدي قول التاريخ عنك شو بدي تتذكرك الأجيال بلبنان ما بديك تصدي أعمال البدك إيه اسمك هالله سفر وأكبر نعت بيقولولك إيه إنك أنت صهر الجنرال لو ما في جنرال أنت زيره فرجي إنك أنت سيادي كبير وحبك للبنان ومثبتك ما بديك انت حر شو هي من أجزار الأرز إلى ودي أنوبين البطرياركين البطرياركي 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 والبطرياركي 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 من أعالي السماء سيهتفون لك أنك أنت الوطني ابننا المحبوب حط بصمتك ما بديك خليك هاك ما بتوصل لمحال المحكمة بلبنان والعقوبات بتتطلع لك أحد فيش لكيه والله في مليونين لبناني بأميركي ليهتفون لك بشكل مو معقول أنت ما بتصدق هالحاكيئة أنا عم بوعدك بخوطركو بخوطريك وبتمنى عليك تسمع الشجاع اللي بيعترف وبيحط بصميته التاريخ